اشتركوا في القناة اجواء من المناقشات والمداخلات العديدة طالت خلال جلسة مجلس النواب لهذا الاسبوع العديد من الموضوعات المهمة ابرزها ما يتعلق بالمناقشة العامة حول توظيف الاطباء حيث استعرض المجلس هذا الموضوع بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة التي اكدت على ان التوظيف الاطباء يأتي على رأس الاولويات التي تسعى الوزارة دائما لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لا يوجد مبرر ان يبقى الاطباء في بيوتهم بعد سبس سنوات من الدراسة ولذلك ناقشنا هذا المقترح بكل الجدية مع الحكومة الموقرة اليوم في جلسة وسبق هذا المقترح والتجاوب الحكومي مع مطلب النواب المتعلق بتوظيف الاطباء والمبادرات الخمس التي اعلن عنها سمو رئيس الوزراء يومانس وهي مبادرات تصب في نفس الهدف الذي نتكلم عنه وللأمانة نحن متفائلين جدا بهذه المبادرة نشكر سمو ولي العهد الرئيس الوزراء على المبادرات الخمس التي اطلقها أمس في مجلس الوزراء بخصوص الأطباء هذا اندلدل على أنه حريص جدا كل الحرص على أن أبناء الأطباء الخريجين حديثا وكذلك العاملين في القطاع الطبي في القطاع الخاص هم من المهم جدا بالنسبة إلينا هم يكونون من الأولويات في توظيف إلى جانب المناقشات المستفيدة حول ملف الأطباء ناقش المجلس قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث قرر المجلس رد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصاد بشأن المرسوم بقانون رقم أربعين لسنة ألفين واثنين وعشرين بإضافة مادة جديدة برقم الأولى مكررا إلى القانون رقم واحد وثمانين لسنة ألفين وستة اليوم كان عندنا مناقشة المرسوم وهو المرسوم اللي يعطي صلاحية حق المصانع التصنيع أو إعادة التصنيع أنه يكون لها رخص في مملكة البحرين ويكون شرط تصنيعها للصدر الخارج يكون أكثر فهذا النوع من التراخيص يعني لحنا مملكة البحرين أقوب الاتفاقية اللي تم توقيعها مع الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر الهدف منها أن تكون من البحرين صادرات حق هذه الدول عشان سيكون عندنا ميوازين اقتصادية في نفس الوقت تكون تحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وخلق صناعات أيضا لكون للسوق المحلي جزء منها سواء كانت صناعات الأغلية أو صناعات الأدوية جلسة مجلس النواب تضمنت استعراضا مفصلا لإجابات وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على سؤالين نيابيين الأول حول الخطة الحالية والمعمول بها لإنهاء طلبات الإسكان العالقة منذ عام 2000 للدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية والثاني حول عدد الطلبات الإسكانية للدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية تفاعل كبير وبناء أبداه السادة النواب مع الاهتمام الحكومي الكبير في حل ملف الأطباء العاطلين عن العمل مؤكدين على أهمية تعزيز القطاع الصحي للكوادر البحرينية في القطاعين العام والخاص يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين